السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الاول الثانوي. نبدأ النهاردة حصة كيميا. واسئلة مهمة جدا في الكيمياء. السؤال? علل? او فسر? نمرة واحد. محلول كربونات. السوديوم. محلول ملحي قاعدي. سؤال طبعا مهم جدا جدا جدا. كون بولي ملحي. ومحلول لها مدلول في الكيميا. كلمة محلول يعني كربونات والسوديوم المفروض اكون عارفها. لما نضيف لها مية. المية طبعا لو فككني هذا المركب. السوديوم ايوناته موجبة. كربونات ايوناتها سالبة. بنفككها ليه? عشان نشوف المية ما ترتبط بها. الناتج بتاعها هيبقى ايه? عشان نفهم نجاوب ازاي. يبقى الوقت هنا المية اوه اتش سالب. و اتش موجب. طبعا هنا هنحط اتنين وهنا اتنين. الناتج اللي هيطلع لي هيدروكسيد سوديوم ده قلوي قوي. قلوي قوي. طبعا المفروض نكون عارفين قلويات القوية هيدروكسيد صوديوم هيدروكسيد ايه? بوتاسي. عندي هنا حمض ضعيف. اتش تو. سي او سري حمض ايه? الكربونيك. يبقى ده حمض ضعيف. حمض ضعيف. اللي هو بنقول عليه حمض كربونيك. وهنا عندي قلوي قوي اللي هو هيدروكسيد ايه? السوديوم. هيدروكسيد. السوديوم. يبقى ممكن نجاوب ببساطة كده. الاجابة النموذجية. ليه محلول كربونات السوديوم محلول ملح قاعدي? لانه لانه ناتج من تفاعل حمض ضعيف مع قلوي قوي. يبقى ده الاجابة باختصار شديد جدا واستنتجناها من التحليل الكيميائي لكربونات السوديوم. نركز او في السؤال محلول كربونات السوديوم محلول ملح قاعدي. لماذا? لانه ينتج من قلوي قوي وحمض ضعيف. نيجي رقم اتنين محلول كولوريد. الامونيوم محلول تحتها خط برضو ملحي حامضي. ليه محلول حمضي او ملحي حامضي? طبعا برضو هنفكك او نكتب قصة كيميائية انه اتش فور سي ال. دي كولوريد الامونيوم لما نضيف لها. لو فككناها برضو. ان اتش فور وسي ال سالب. طبعا هنا الو اتش سالب. مية اتش موجب. طبعا هنا يديني اتش سال. ضحمض. هيدروكلوريك. قوي. وهنا عندي هيدروكسيد الامونيوم. هيدروكسيد الامونيوم. ان اتش فور. او اتش. قلوي. ضعيف. يبقى الاجابة النموذجية لانه ناتج. لانه ناتج من تفاعل حمض قوي. المراضي تحتها خط. هنا كان حمض ضعيف. مع قلوي. المراضي هنا ضعيف. ازا الناتج. بيبقى محلول ملحي ايه? حمضي. نيجي السؤال التالت المهم جدا. علل. محلول كولوريد. السوديوم. محلول ملحي متعادل. اسئلة غاية في الخطورة. ومهمة جدا في الامتحانات. فقولها سنوي. ودي كانت موجودة في سنوية عامة قبل كده. في المنايج اللي قبل دي. فكلمة متعادل. نشوف كلمة متعادل ازاي. هدروكسيد سوديوم. طبعا. الان ايه موجب. السي ال سالب. الان ايه? هنحط معه اتش سالب. هنا الاتش ايه موجب. الناتج زي ما احنا شايفين. حمض قوي. وقعدة قوية. ازا لابد ان يحدث تعادل. يبقى هنا هيدروكسيد سوديوم. هيدروكسيد سوديوم. ده قلوي قوي. ازا النتيجة. النتيجة هنقول. لانه ناتج. لانه ناتج. من تفاعل. حمض قوي. مع قعدة قوية. ودي مهمة جدا جدا هزا الكلام. لاتنين اقوياء ازا يحدث ايه? التعادل. دي كانت حلقتنا النهاردة ان شاء الله. الحلقات القادمة هنبدأ ناخد اجزاء جديدة في منهج الكيمياء للصف الاول السنوى. بتنسوش للشراك في قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.